السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دا كاترة. يا رب تكونوا بخير يا رب وبافضل حال. معكم زمالوتكم اختكم الكبيرة امينة البورامي. فرقة خمسة. ان شاء الله نكون مع بعض النهاردة في شرح المحاضرة الثالثة اناتو في ميديور السيفي اس. اللي هي بعنوان الاكستانال في تشيرز اوف الهارت اند ات سيفيزي. طيب دي واحدة بس هنفهم عنوان المحاضرة وهنفهم المحاضرة بتتكلم عن ايه. بس انا طالبة منكم حكتين اتنين في الاول. اول حاجة ان احنا نوقف الفيديو دي واحدة بس كده. نقرأ الفتحة اللي روح زمالينا لسبقونا. ربنا يرحموا ميجا عن مسواهم الجنة ويلحقنا بيهم على خير. تاني حاجة اشار ربنا يفتحها علينا وعليكم كده قبل ما نبدأ المحاضرة. نقرأ نقرأ ده او حتى بعد ما نخلص المحاضرة شرح. وانتو خلاص هتعودوا على المكتب مع كوباية شاي كده والدماغ صباحي. زكروا المحاضرة برضو تقرأوه. اللهم اني اسألك فهم النبيين. وحفظ المرسلين. والملائكة المقربين. اللهم اجعل السنتين عامرة بذكرك. واقلوا بنا بخشتك. واسروا بطاعتك. انك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعمل وكيلة. طيب. المحاضرة بتاعتنا عايزين نغطي فيها ايه? محاضرة بتاعتنا اصلا عايزين نقول كده ان هيها لذيذة وسهلة. يا كد تقيلة قوي الترمي اللي استنى اللي فاتت. بس تخففت يعني. نقلوا نقلوا الفيزلز في آآ تتوريال تقريبا وخلوا المحاضرة ديات ايه آآ زودوا فيها جزء جديد كده في الآخر. طيب المحاضرة عايز عايزين نعرف مش احنا بنتكلم عن بتاعت الهارت. الهارت ده عبارة عن مصل. من برا كده له اشكال ولو حدود ولو اسطح. احنا عايزين نعرف ايه فيه بقى ادي بتاعنا مسلا بتكون اه هنعرف دولات بتكون من ايه? بتاعه هو موجود فين الهارت. تاني حاجة بتاعته. الاسطح بتاعته. كم سطح كم حد يعني مش هو له حدود. عايزين نعرف الحدود ديت. الاخر حاجة مين هي تمام? اللي بتصB فيه واللي بتغزيه الكلام ده. اه ادي المحاضرة بتاعتنا هنبتديها كنا اسم الله. الهارت الهارت goal definition بتاعه عبارة عن ايه? عبارة عن Cristo eREngium. نبتدي اتنين عايزين نيعرفهم انه. طب مسكولر وفهمتها ان هو عبارة عن ايه? عبارة عن عضلة. تمام? واحنا عارفين من زمان من الله السنوي ان هو كان عبارة اه عضلة اراضية. هل لا اراضية. shut in voluntary. كتلاقي راضي برافو كتنوعها ايه اسموس مصل ولا ولا كاردياك مصل ولا ولا كتسمها ايه اللي هي الهيكلية دي ما علينا فانا هنا اخترت النوع ايه كاردياك مصل مش مشكلة ادي ادي كلمة مصل فاضل مين فاضل هلو ايه هلو دي بقى يا امينة انا معي الارجنز اصلا يا شباب عبارة عن حكتين اتنين بتتقسم يا اما تكون هلو يا اما تكون صولد صولد ديت يعني مكتومة يعني مكتومة وليكن مثلا الكيدني الكيدني دي مليانة نيفرونز جوه ما فيهاش اي كافيتي جواه طب يعني ايه هلو لأ هلو يعني فيها كافيتي يعني ايه كافيتي يعني مثلا عندك الاستمك الاستمك دي اللي هي المعدة مش جواها دلوقتي كافيتي والكلام ده نفس الكلام الهارت الهارت ده من جوه برضو مش المفروض ان البلاد بيجيله من هنا وبيجيله من هنا وبيضوخ دم. المفروض ان هو جوا دم دلوقتي. فهو صح? طالما جواه يبقى انا دلوقتي هولو ولا صولد? يبقى انا دلوقتي هولو. اه دي تتبداية كده بحيس ان ايه نفهم كلمة هولو. طيب قال ان هو كلمة يعني متغطي بحاجة. تمام? طب هو قال لي يعني كل متغطي بحاجة. عاملة زي بالزبط الموزة المتغطية بالاشرة بتاعتها. طب هو متغطي بايه بالبريكارديا بالزبط كده. المحاضرة اللي انتو خدتها المرة اللي فاتت. غشاء الطمور اللي احنا اخدناه في تانية سنوي. يبقى هو دلوقتي عبارة عن ايه? يعني كله متغطي بالايه? بالبريكارديا. طيب. تاني حاجة عايزين نعرفها هي بتاع مين? بتاع الهارت? اجزاء الهارت. والهارت اللي هو اجزاء. اه طبعا. شوية كمان شوية واركوا شكله عبارة عن ايه? عبارة عن ودنين فوق. تمام? وبطنين تحت. بالزبط كده. وزينان لو نفتكر من السنوي. وبطينين. طب الانجليش بقى. اتنين اللي هم جمعهم اتريا. تمام? يبقى الودنين فوق اللي هم الصغيرين والبطن تحت كبيرة. والدنينة اصغر من بطننا. فانا دلوقتي معايا تو اتريا فوق وتو تحت. طب سواني. عايز اعرف مين اليمين من الشمال اعمل ايه? عودونا ان لو لو الرسمة جيالك في يعني في الوضع التشريحي المزبوط بتاعها هروح اسلم عليها. انت دلوقتي روح اسلم عليها كده هتلاقي نفسك بتقول ان ده اليمين وده الشمال. تمام? واكيد انتو كلكم عندكم خبرة في الموضوع ده. فانا معايا ده ايه? ده الريت وده الليفت. لو انا فوق يبقى ده الريت اتريام وده وده ده بس متغطي بين ورا. طب امن ما ده ده الريت وده ايه? يبقى الخلاصة ان انا معايا تو اتريا او اتنين ده راية اتريام جميل. شفتوا الحيز اللي انا رسمها فوق ده او عبارة عن ايه? عبارة عن حتتين. حتة فوق بين الاتنين اتريا وحتة تحت بين الاتنين. طب الاتنين اتريا هسميهم اه وهو بينهم في النص هسمي ايه? اه 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 مفصولين من بعدها عن طريق اه اه انتر اتريال سيبتم. جميل. طب التو منتغطي مفصولين بايه? مفصولين سبريتت فروم انتر فينتريكولر سيبتم. نفس الانتر اتريال سيبتم فوق تحت الاخوه انتر فينتريكولر سيبتم. تميل. ادي اجزاء الهارد. الهارد دلوقتي بتكون من كم شنبر اربعة? تو اتريا فوق وتو تحت. ماشي. بعد كده بيقول لك ايه? البوزيشن بتاع الايه? بتاع الهارد. البوزيشن بتاع الهارد قال ان هو موجود في مكان اسمه في نص الميديا ستاينم. هو ايه الميديا ستاينم ده يا امينة? الميديا ستاينم ده عبارة عن اريا يعني مكان موجود في بتاع السوراس الكافيتي. سواني بقى. ادي السوراس الكافيتي. السوراس الكافيتي ده اللي هو التكويف الصدري. ده التكويف الصدري. جميل. هو موجود فين? قال لي في الميديا ستاينم. فين الميديا ستاينم ده? الميديا ستاينم ده قال لي برضو عشان يبقى واخدى بقى ليه? ده يعني يعني الكس اللي حوالين الرقة. تمام? ده كله كده هو موجود فين بقى? هو موجود بقى في الميدل. في الميدل بتاع الميدل. انا هارفق بيفكرني تاني ان هو موجود في قرب البريكارديا. بين بين من الرقة ادي الرقة وادي الرقة. على الديف راجم. من الديف راجم ده اللي هو الحجاب الحاجز اللي بيفصل لي الديجيشة اللي بتاع عن الديجيستف سيستم. يبقى انا دلوقتي المكان بتاع الهارف موجود فين يا امينة? موجود في نص الميدياستاينام. فين الميدياستاينام ده? هو مكان بينصف الايه? سوراس الكافيتي. جميل. موجود من حدوده على الجنبين البلورارسيك. مفيش مشكلة. موجود فين الهارف بيفكرني تاني ان هو فين? في البريكارديا. بس كده. بعد كده عايزين نعرف ايه? حجم الهارف ده عبارة عن ايه? حجمه? قال انه هو قبضة اليد بتاع نفس الانسان. طيب هنا بيفكرني طب سوين عشان نشوف الصورة دي قبل ما نروح للحجل. ما شفنا هايش ماشي. ايه الاسترنام دي? الاسترنام دي لو نفتكر كده ايه كتعضمة القص. اللي كان بيطلع منها جميل. هو موجود فين? هو موجود خلفها لطول. يعني هو بيقول لك بتاع موجود خلف مين? خلف ماشي. نرجع بقى للصايز. قال ان هو في الصايز ديات يعني قبضة اليد بتاع نفس الشخص. كل واحد يضم ده كده قلبي على قد قبضة يدي دي. تمام? تمام? وانا عارفة ان هو عبارة عن ايه بقى او هو شكله قدامي كده. نصفنا كده مسلا ده وقلنا ان ده هو ده الميديان بلين. ايه الميديان بلين ده? الميديان بلين ده اللي بينصف الانسان نصين قد بقض. هو بقى الهارت موجود فين? لحظوا كده معايا. لحظوا كده معايا الهارت هنا. شفتوا جزء قد ايه منه هنا ناحية الرايت? وجزء قد ايه منه هنا راحية الليفت. الجزء ده سمناه تلت. وده التلتين. طب التلت دلوقتي موجود فين? ناحية الرايت. طب التلتين موجودين ناحية الليفت. بس كده. يبقى هو عبارة عن ايه? عبارة عن ناحية مين? طحفة. جميل جدا. اخر حاجة بقى طول ذات نفسه قد ايه? خمسة انش. احنا متفكين ان انش حوالي اتنين ونص سنتي. ايه الانش ده? قد صابع يعني اه انش يعني اللي هو يعني في مقام سابعين كده تقريبا. اللي هو ما اتنين سنتي يعني. تمام? فالمفروض ان ان الهارت اللي هو قدامنا ده كده مسلا. طوله طوله خمسة انش. طب العرض بتاعه تلاتة انش. بس. هي دي الحتة الزيادة اللي الدكتورة زودتها في النقطة دي. يبقى خمسة انش في الطول. وتلاتة انش فين? في العرض. اللي هو فين? اللي هو في الديامتر. طبعا ايه? اه هنخش بعد كده بقى في الشيب والشيمبرز والجريد فيزلز بتاع الهاردي عبارة عن ايه? انا جايبها لكم صورة بحيس ان احنا نوضح شكل القلب من برة قبل ما نفتحه كده ونخش نشوف في ايه? وبعدين نفتحناه وعايزين نخش نشوف في ايه? اول حاجة شكله شكله عبارة عن ايه? عامل شبه المخروطة. عامل شبه الكونه. الراس بتاعته تحت والاااا والقعدة بتاعته من فوق. عبارة عن ايه? عبارة عن الكون كده. طيب يعني ايه? يعني لو ايبكس? لو ايبكس هنا هي? ولو بيز ناحية ورا. جميل. طب ايه تاني? عايزين نشوف. ده مين? ده فين بتاعتنا? بتاعتنا مش هتكون موجودة آآ من برة زي ما هي موجودة جوه. يعني ايه? برة مش تبقى واضحة قوي زي ما هتبقى موجودة من جوه. هنشوف برة ونشوف جوه من برة. لقينا مين? لقينا ده يا ما هو? مش باين منه غير ودن صغيرة بس. اللي هي الاوريكل. آآ في اللي هو معظم كله. اللي هو ده كده. ده وبعد كده وهو برضو حتة صغيرة بس. اللي باقي اللي باينة منه. بس ادي الاربع شمبر. ادي الرايت و الليفت و الرايت اتريم و الليفت اتريم. الوريكل اللي باينة منه بس. طب ايه تاني? آآ مش عايز اقول بقى هنا هنقول في اللي جواه هنا احسن. الهارت اناتو مين من جوه? الرايت اتريم هوا. والليفت اتريم جميل. قدي القزينان اللي موجودين فوق. تحت عبارة عن ايه? تو فينتريكل. رايت فينتريكل يمين. الليفت فينتريكل شمال. واللي بينهما هو سبت جميل. عايزين نعرف ايه تاني بقى? عايزين نشوف مع بعض بقى جريت فيزلز راحة فين وجاية منين? بخليب اللي اخدر كده عشان يبقى واضح. اول حاجة الرايت اتريم. لو كنا نفتكر احنا كنا بنقول داوة الاوضة الوحيدة اللي بتجمع الدم من كل الجسم. يعني جاي لها الدم عن طريق مين? عن طريق اتنين ورد كبار. وردين كبار. مين هما? والانفيرو الفناكيفا اللي هو الاجوى في العلوي والاجوى في السفلي. دلوقتي رايحين يسوبوا الدم فين? في الرايت اتريم. فالرايت اتريم هينزل الدم المين? تمام? هينزل كده لتحت. طب ده هيدي الدم المين? هيطلع الدم في حاجة اسمها البالموناري ترانك. ايه البالموناري ترانك ده? اللي هو الشوريان الرئوي. تمام? رئوي يعني رايح للرقة. واحد رايح للرقة اليمين واحد رايح للرقة الشمال. ادي الرقة اليمين وادي الرقة الشمال. الرقة اليمين. والرقة الشمال هما الاتنين كده هيصوبوا الدم فين? في اللي هي القوضة التانية اللي بتستقبل الدم. يبقى انا كده معاه قطين اتنين بيستقبلوا الدم. الرايت اتريم والليفت الريفت اتريم. الريفت اتريم بياخد الدم من الجسم كله. والليفت اتريم بياخد الدم منين? من طيب عن طريق حاجة اسمهت خلاص صبيت الدم هنا في قلب عن طريق البالمونة اللي جاي من الرئة. طب الدم دلوقتي في هينزل فين? هينزل في في هيصوب بالدم فين? هيصوبه في القورطة اللي هو طالع بقى طالع بقى الزن بقى السندنج قورطة والقارش بتاع القورطة وبعدين يبقى تاني كده بقى عشان اللغبطة انا معايا والانفيرو فيناكيفا هيصوبه الدم هنا في نزل في هيطلع في او او راحل هتنزل في اربعة اتنين واتنين صبينا فين? في نزل البلاد فين? في عشان هو بتاعته عالية والتيشو بتاعه قوي هيضخ الدم بكوة فين? في قلب الاورطة. الاورطة ده عبارة عن قرش وبعدين ايه? حاجة طلعة حاجة مستعرضة كده وبعدين ايه? حاجة نزلة. ده الايه? ده الاورطة اللي هيدي البلاد لجسم كله. طيب ايه دي باختصار كده شكل القلب من بره من جوه. طيب تاني حاجة عايزين نعرف شكله من وره بقى ده شكله من قدامه عرفناه. شكله من وره عبارة عن ايه? شكله من وره هنا احسن. عبارة عن ايه? انا قلبته. قلبته يعني ايه? يعني مش هسلم عليه. يعني يمينه هو يميني وشماله هو شمالي قدامي كده. جميل. طب انا عارفة ان مين اللي بيصب في هنا. طب الناحية التانية. الناحية التانية كان الاورطة بيطلع ونزل هنا بقرش ونزل بقى بتستنن. طيب ايه تاني? عايزة اعرف ان البيز بتاعة هي دي. البيز بتاعة كمان شوية. آآ نعرف انها بتتكون من الاتنين اتريا بس. طب بس بزمتكم. اغلبيتها هنا ايه? هل الريت اتريام ولا الليفت اتريام? ده وده صح? فاكيد معظمها من ايه? من الليفت اتريام. جميل. ده كوفر فيو. طب التوفينتريكل دولة هم اللي هيعودوا على الديفراجم. تمام? الديفراجم هيعود عليه كده. الطوفينتريكل دولة هم اللي يبقوا قاعدين على مين? على الديفراجم زي ما احنا شايفين كده. تم ايه? هنكمل كلامنا. قبل ما نخش برضو في كل عبارة عن ايه? عايزين نشوفهم منبرة قبل ما نخش للمحاضرة. كزا هم عبارة عن اربعة عبارة عن اربعة سيرفز واربعة بوردر. يعني ايه الفرق بين سيرفز ويعني ايه الفرق بين بوردر? سيرفز يعني سطح. ده السطح بتاعه. ده الانتيريور بتاع الهارد. ده الانتيريور كده بتاع الهارد. طب يعني ايه بوردر? لأ بوردر يعني ايه? بوردر. حد كده. تمام? شارب. تمام? وهنعرف برضو البيز وهنعرف الايبكس. طيب واحدة واحدة بق. اول سيرفز معي الستيرنو كستل. اللي هو ايه? الانتيريور سيرفز. اول ما بص على الهارد كده. باشيلي يعني ايه? يعني ايه استيرنو كستل. عدمة القصة اللي هي الاستيرنو. ماشي? كنا بنوع عارفين ان هي ايه? الربس جاية تمسك فيها منين من وره? خلص كله جاي يمسك فيها من هنا. كل الرب المفروض يبقى من قدامه هنا كده حتة كارتلج. الكارتلج دي احنا بنسميها ايه? بنسميها كستل كستل كارتلج. تمام? فانا معاي دلوقتي انا شلت دلوقتي الستيرنو. شلته. وشلت الرب. اول ما شلهم هلاقي من وراهم. هلاقي ايه? هلاقي الهارت قدامي. تمام? فهو السيرفس اول سيرفس بيقابيني ورا الاستيرنو والكستل كارتلج هو مين? هو الاستيرنو كستل كارتلج. طيب. ناحية الناحية ورا اا اا او ناحية اا ناحية التانية بقى. اما باجي الاقي من اللي بيقعد عالضيف رجمي من تحت. ضيف راماديك سيرفس. ايب انا لسه من شوية ايلين دول هما اللي بيمثلو لي مين? هما اللي بيمثلو ده فاراماك سيرفس. طب تعالوا كده نشوف من الرايت ومن الليفت. هو ده انتيريور ولا بستيريور. برافو عليكم. ده بستيريور. عرفت منين? عشان هنا مقلوبين. مش واضحين. فاهميني? ااااا طيب. اعملها ازاي? ادي الرايت وادي الليفت. فاتدي فراماك سيرفس اكتر حاجة مكوناة. زي ما شايفين هنا كده مين الليفت فينتريجا. تمام! لحد ما نروح ونشاوف. من الابكس الابكس اللي هي راسه. من البيز اللي هي موجودة من الاتنين اوتيترية. ده الرايت وده اليفت. ده الرايت وته الافت. جميل. لأ سوري سوري احنا عكسنا كده. مفروض ان ده هو الرايت وده الرفتي. وده الرايت وده الليفت. مش عارفة احنا كننا عاملين كده ولا لأ. بس اشطر. احنا قلنا يمين ويميني وشمال وشمال. تمام. آه بتاعه عبارة عن ايه? اتفقنا ان هو عبارة عن يعني مخروطي الشكل. اهو بس يعني هنقلبه بقى بتاعته تحت والابكس بتاعته تحت. والباس بتاعته فوق. عبارة عن اربعة سيرفس. اللي هو اول حاجة باشوفه. والدايفراماتيك اللي هو ناية مع الدايفراج. وبعدين هنزود واحد 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 ليفت. بالاضافة لكده ان انا معي اربعة بوردر. ابر بوردر. الور بوردر. الكلام ده كله هنعرفه فين? هنعرفه منع الصور. ايه الصور اللي موجودة معي. اول حاجة كده ان يقول لي ان هو اربعة سيرفس. احنا عرفنا السيرفس من ورا اول حاجة الاسترنكوسا اللي هو ناحية مين اللي هو ناحية الاسترنة من برا. والتاني اللي هو اللي هو نعم على الدايفراجم وبعدين واحد واحد يمكن ماحية الليفت. ده السيرفس. برضو نفس الكلام. الوردر عبارة عن ابر بوردر لور بوردر وهنعرف كل حاجة. طيب. من الايبكس الايبكس قال ان هي عبارة عن نقطة معينة بس بتمشي ازاي قال انها بتبقى ماشية دول وورد وفور ورد يعني ايه دول وورد نزلة وفور ورد يعني ايه فور ورد فور ورد ديت يعني قدام يعني احط ايدي على الايبكس كده احسها وحس النبض بتاعي البيشينت القدام وماشية ناحية الليفت يعني كده تمام طيب قال انها تتك scream من ايه تتكون من الليفت investment only يعني ده ال right Pent sekali وده بينهم ايه? بينهم اهو. طب هو بتتكون من بتتكون من جميل. آآ موجودة فين يا شباب? قال ان هي يعني ايه بقى? آآ بتاع ده يعني بين اللي موجود بين الدلعين. انا الدلعين قال للخامس. طب تعالوا كده هنعد واحدة واحدة. ادي اول اول تاني تالت رابع خامس يبقى موجودة فين? في جميل. ادي ايه? ادي المسافة ديت يا شباب عبارة عن ايه? عبارة عن تسعة سنتي. تسعة سنتي ديت يعني تلاتة ونص انش. تمام? جميل. طيب في نقطة كده زيادة عايزين نقولها? كلنا عارفين ان ان الاستمك بتاعتنا فين القلم? ان الاستمك بتاعتنا? عبارة عن ايه? آآ او موجودة فين? موجودة ناحية الليفت. تمام? موجودة ناحية الليفت. ادي الرايت. ودي الليفت. مين اللي بيفصل? مين اللي بيفصل? الهارت عن الاستمك. قال لي حاكتين اتنين. البري كاردم اللي هو حوالينه اصلا. والدايفراج. ادي الدايفراج ما هو? فاصل لي. الهارت عن مين? عن الفندس بتاع الاستمك. ايه الفندس بتاع الاستمك ده? اللي هي اللي حتة الفؤانية دي. اللي هي الجزء اللي هو الجزء ده. ده كده اسمه الفندس. تمام? يبقى انا دلوقتي عايز اخرج من دي من ايه? ان هو عبارة عن في الشيب. له اربعة سيرفس له اربعة بوردر. بتاعته بتتكون من المسافة بينه وبين المسافة بين العبارة عن ايه? عبارة عن تسعة سنتي. تمام? تمام. بعد كده واحدة واحدة بقى. ادي احنا كده خلصنا من هنخش على بتاع الهارت. البيز بتاع الهارت ده بنسميه ليه? ما هو ده ناحية الورا كده. تمام? وده اللي نايم على فلناحية الورا ده اللي بنسميه باسم مين? اللي هو بتاع الهارت. واحنا في اول المحاضرة لو فاكرين قلنا ان هي عبارة عن عبارة عن تو مين? عبارة عن تو ايه? اتريا بتتكون من التو اتريا. بس اكتر مين يا شباب? هو الصورة دلوقتي بستيريور ولا انتيريور برافو? هي بستيريور. طالما بستيري يبقى يمين ويميني. جميل? وشمال وشمالي. اللي هو قدامي كده. طيب. هو قلنا عبارة عن ايه? رايت اتريا موليفت اتريا. هو بيتكون من اللي بنقاه? انتو شايفين من المساحة الاكبر. جميل. يعني هي متحوطة من تحت او ايه اللي بيفصلها من تحت او ايه اللي تحتها على طول? حاجة اسمها كوروناري جروف. ايه الكوروناري جروف ده? اللي بيبقى ماشي فيه الكوروناري ساينس. يا سلاة. الكوروناري جروف ده اللي هو الجروف ما بين التو اتريا والتو اللي هيقسم لي الهارت بالعرض. الاتنين اتريا فوق واتنين تحت. الجروف ده اللي هو سماناه الكوروناري جروف ده بيمشي فيه مين بيمشي فيه كوروناري ساينس. كوروناري ساينس ده اللي هو الراحل للهارت بقى راح للسوبر في ناكيفا والانفيررو في ناكيفا تمام تمام تاني حاجة بقى نخش عليها السيرفز السيرفز احنا نتفنى ان هم كام سيرفز اربع استرنو كوستل وي ضايف راجماتيك استرنو كوستل وي ضايف راجماتيك وبعدين رايت ومين وبعدين ليفت اول حاجة اللي احنا بنسمي انتيريور سيرفس اننا بشيل الكوست بشيل القص اللي هي وبشيل الرب وبعدين هلاقيه هو وراهم على طول من ده قال انه هو عبارة عن ايه عبارة انه هو واخد آآ مكان من تلاتة لستة يعني ايه يعني هي ده هو بيشغل لمساحة في مقام من تلاتة لستة تنبي عنه كده نشوف ادي اول ادي اول تاني التالت هو من اول التالت اهو لحد فين دة التالت قدي الرابع خامس السادس قدي السادس يبقى من تلاتة لستة ده مين ده او ده الكوستو او الاستيرنو كوستال ايه سيرفست جميل بيتقسم يا شباب الاستيرنو السيرفست الانتيرو ده بيتقسم لحكتين بتقسم عم طريق او الكوروناري جروف اللي احنا لسه قيليه من دقيقتين بالزبط الكوروناري جروف ده اللي بيقسم لي الهارت جزئين جزء اتريا لفوق وجزء فينتريكلز لتحت تو اتريام لفوق سمناه اتريال بارتو تو فينتريكل تحت بنسميه اللي موجودين فوق قال لي ان هو حاجة بديهية جدا طيب بعد كده بعد كده عبارة عن ايه عبارة اللي قدامي ده عبارة عن خلاص الاكتر بق ولا اصلا اللي مش ظاهر قال لي لأ ان هو بصفة اساسية عبارة عن تمام وقال لي ان ده مختفي عن طريق حكتين اتنين مختفي عن طريق حكتين اتنين ايه هما يا شباب تعالوا على الرسمة دي تحت كده دي اجمل دي اجمل واوضح ادل ادل رايت اتريام وادل اللي هو مستخابي اصلا مستخابي بواسطة ايه يا امينة مستخابي بواسطة تو ارترس كبار الاورطة الاورش بتاع الاورطة والاستننج يعني ومين والبالموناري ترانك اللي اتنين دول كده من الوراهم الليفت مين الليفت اتريام ادي بقولك الليفت اتريام بمسجد بالاسننج اورطة والمين والبالموناري ترانك طب هو معارفنا خالص ان هو البيلول كورنالجروف عبارة عن حكتين اتنين بصوا مش احنا اتفاننا ان بين التو فينتريكل تحت انتر فينتريكلار سيبتم جميل فين الانتر فينتريكلار سيبتم هنا على الرسمة اللي هو ده اللي هو ده كده تمام طب انا رادي زمتكو حي خلاص اتفاني ان هنا ده رايد وده ليفت من الاقتر هنا الريت ايه فينتريكل ولا ليفت فينتريكل اكيد الريت فينتريكل اهو واخد المكان الكبير اهو فقالك ان هو مين لي او اللي هو الريت فينتريكل وبتكون حاجة التانية اللي هو سيرد واحد بس من الليفت فينتريكل يعني عايز يقولي ان ده كده عبارة عن تو سيرد ان ما ده جميل جروف اللي هو الجروف اللي احنا لسه ما فيه شدقتين اتنين كنا بنقول عليه اللي هو بيفصلي اللي هو بيفصلي اللي اتنين فينتريكل عن بعض قال لي بيمشي في حاجتين اتنين هم بيمشي في واحد سمناه مش هو ماشي في فسميته انتيريور انتر فينتريكلار لا ايه ليه لان في كمان وراه تمام طب ايه تاني سواء او سواء الفين دولت من المين من المين اللي بتغزل ايه اللي بتغزل ايه اللي بتغزل هارت تمام تمام ايه دي سيرد تاني حاجة ايه ده اللي هو ناحية تحت اللي هو هينام على مين اللي هو هينام على الديفراجن بصوا بق دي دي صورة الديفراجن تمام وهو نايم عليها الديفراجن ده اصلا عبارة عن عضلة اللي مش واخدين بالهم ده عبارة عن عضلة آآ نايم عليه من تحت من اللي نايم عليه شفته القترة فوق واخوه الليفت قترة من فوق درعته ده الليفت مش نايمين عليه خالص هو ناحية هما متشعلقين فوق لكن من اللي نايم بس من بالاكتر اللي بالاكتر هنا الليفت ليه عشان الرايت متشل برضو لفوق يعني بصوا تخيلوا كده اهو تعالوا مص هنا كده البيس بتاعت الهارت من تحت او يا رب مش البيس بقى الانفيري سيرفس عبارة عن حكتين هو اولا ده بو ستيريور فيو يعني يمين ويميني وشمال وشمالي طب قدي ودي الرايت بزعمتكم مين اللي قاعد عليه من وراء اكتر الليفت بس كده يبا هو تو سيرد ناحية الليفت وان سيرد بس هو اللي ايه هو اللي رايت تمام ايه تانية شباب قال لي ان دولت بيتفصلوا من وراء عن طريق اخو مين اخو هنا بقى بيمشي في مين بيمشي في اخو الانتيرر ايه هناك كان جريد كاردياك فين هنا الميدل كاردياك فين يبقى احنا عايزين نحفظ قسامي بس قدام كان الانتيرر وورا كان البستير قدام كان الجريد فين هنا الميدل كاردياك فين بس كده ادي ادي ده سكند سيرفس موجود معانا يبقى انا دلوقت عايز اعرف ان الانفيريور او الديفراماتيك سيرفس بيتكون من ايه حاجات بسيطة اى احنا شايفين كده ادي ده الريت طالما هو فياتنتريور يعني ودي ليفت طب ريت سيرفس اى ادي بتكون من ايه بتكون بيتززن بتكون من ايه بتكون من الريت ايتريام بس ادي الريت سيرفس طب الليفت سيرفس بتكون من وممكن اخد معقا احتة من ايه من الليفت من الليفت اتريام يبقى انا دلوقت معايا كمان وليفت. هو انت يا امينة مش واخدة ده معاكي ليه? مش انت قلتي هما تحت يبقى مش معايا في الرايت. طب الرايت ده عبارة عن ايه? عبارة عن الايه? الرايت اتريم بس. طب قال لي الليفت ده ممكن تخدم على وحتة صغيرة من بتاع مين? بتاع الليفت اتريم. تمام. نخش بعد كده بقى على البوردرز. بس قبل ما خش على بوردرز عايزين نعرف برضو شكل ملخص كده. اول حاجة قلنا اللي هو اللي هو اول حاجة باشوفها. طب تاني حاجة اللي هو عبارة عن تالت حاجة اللي هو الرايت عبارة عن الرايت اه اتريم بس. اللي هو ده. ده الرايت اه ريت سيلفس. وده الليفت سيرفس. الليفت سيرفس بتكاوم من ايه? بيكاوم من وحتة صغيرة من الليفت اتريم. جميل جدا. ودي البيز اللي هي من ناحية ورا ما بنشوفهاش. ودي الايبكس اللي احنا بنشوفها وبنحسها لانها هي فورورد. جميل. بعد كده اخش على البوردر بتاع الهارد. انا مش عايزاكو. مش عايزاكو تبصوا هنا. تمام? لأ بنعمل بدا. مش عايزاكو تبصوا هنا خالص. عايزين نبص على الرسم. ايه الرسمة بتقول ايه يا امينة? عمعايا اربع بوردر. ابر بوردر اللي هو السوبيريور. لور بوردر اللي احنا بنقول عليه انفيريور. ريت بوردر وليفت بوردر. واحدة واحدة. الابر بوردر انتو شايفين السهم جايب منين لمنين? جايب من عند الليفت اتريم لحد الرايت اتريم. يبقى الابر بوردر بيتكون من حاكتين اتنين. ريت اتريم وليفت اتريم. بس مش ملاحظين حاجة ان ان السهم ده جايب لحد حتة صغيرة بس من الاتريم. يعني قال لك ايه? قال لك ان الابر بوردر بتاع الهارت عبارة عن كول الليفت اتريم. وحتة من الراية مين. من الراية اتريم. انا عايزيكم تاخدوا الصورتي quiopi في دماغكم. الابر بوردر عبارة عن الليفت اتريم وحتة من الراية اتريم. طيب، الرايه اللور عبارة عن فقط. قم لي بس المين. بس شايب لي السهم ده الراية مين? ده الراية فيندركل. وده الراية فيندركل. تمام? الراية الفيد redeكولley انفرير بوردر بوردر وليس سيرفس طيب طب الرايت بوردر الرايت بوردر زي ما احنا شايفين عبارة عن ايه عبارة عن الرايت اتريام فقط فقط تاني مرة ناخد فيها الرايت اتريام فقط كان الرايت سيرفس والرايت بوردر جميل بتكونوا من ايه بتكونوا من جاست اونلي الرايت اتريام طيب معايا هنا بوردر بتشفتوا استاهمها من واخد مين لمنين واخد كل وحطة صغيرة من مين من اللفت اتريام يعني قالك الاوريكل بتاعت مين بتاعة اللفت اتريام شبه مين شبه السيرفس برضو شبه اللفت سيرفس تعالوا بقى نقرأ الكلام اول حاجة الابر بوردر القبر بوردر ده عبارة عن ايه عبارة عن التو اتريام لكن من لي؟ اهو انا عارف طيب قالك بس الهو مستخبي بوسط حكتين اتنين وانتو عارفينه مكتر مين الترنك بتاع البلمونري والاسسندنك بتاع الاورد تمام وفي نفس الوقت اتس رايت اند اتس مين؟ اتس دا عاد على مين؟ على الابر بوردر الابر بوردر بيقولك الاند بتاعته 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 مع مين؟ مع الابنينج بتاع السوبيروفيناكيفا اه دي الابنينج بتاع السوبيروفيناكيفا هي بقى الابنينج بتاعته من الاول هنا اوبنينج بتاعته في الرايت اتريام يعني الرايت اتريام اهو السوبيروفيناكيفا بيفتح هنا كده تمام؟ فهو بيقولك النهاية بتاعت الابر بوردر ماشي مع الفتحة بتاعت مين؟ او عند الفتحة بتاعت مين؟ السوبيروفيناكيفا في الرايت اتريام جميل جدا طيب دا كان الابر اللور عبارة عن right ventricle and part من lift ventricle ادي right ventricle وخدنا حتة صغيرة من lift ventricle ادي الانتر ventricle الجروف انا خدت حتة من lift ventricle ومعايا من right ventricle كلها بيقولك ان هو بيمشي هوريزونتلي يعني ماشي بالعرض اهو لحد ما يوصل للأيبكس ماشي بس بس عايزين نعرف حاجة ان هو بيسيبريت الستيرنوكوسل سيرفس من الديفراجماتيك سيرفس اهو مش المفروض ان الديفراجماتيك هنا سيرفس ان مفروض هو هيوضع الديفراجم هنا فقالك ان مين اللي بيفصله عن الديفراجم هو مين هو يبقى اللور او الانفيري بوردر ده بيسيبريت الستيرنوكوسل على الديفراجماتيك ماشي ماشي الريت بوردر بقى الريت بردر الريت بوردر ده عبارة انه هو عبارة بيكون من ايه فقط والريت ده بيقولك انه هو جينت اللي كده بسنة لطافة كده ماشي بشكل ايه كومفكس يعني محدب تمام تمام او قبل قالك انه ده مين ده الرايت اترم ماشي عمل حاجة وادي الانفيريور فينا كيفا مفروض الانفيريور فينا كيفا جاي من تحت كده هو الرايت اترم ده من الانفيريور فينا كيفا طيب اللفت بردر بقى اللفت بردر عبارة عن اللفت بس قالك لأ ده مع حتة صغيرة من من اللفت اوريكل بتاع مين بتاع اللفت اتريم جميل جدا يبقى انا دلوقتي عبارة خدت حاجة مميزة هنا في البوردر والسيرفز برضو كان الرايت بوردر ورايت سيرفز بيكونوا من الرايت من الرايت اتريم طيب الابر عبارة عن الابر بوردر عبارة عن وحتة صغيرة من مين من الرايت اتريم وكذلك اللي هو اللي هو واخد وحطة صغيرة منين من الايه من او من جميل طب واخد 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 وحطة صغيرة منين من اللي ماشي ده قدر الصورة تتحفز كشكل كده عشان تفتكره في الامتحين ماشي هنخش دوقتي في علوان تاني اللي هو اسمه ايه السينس بتاع بريكارديام ده يعني ما كان اعرف ادخل منه ادي زي زي كده الفولدز دي تكونت امتى اسناء لما كان بيحصل فولدنج للهارت تيوم اسناء من اسناء الامبيريو وانا بتكون جنين اصلا وانا بتكون في بطن موما كده السنية دي تحصلت وطلعت للسينس دي هيا انت بتقولي سينس او لانهم عبارة عن اتنين ترانزفيرس ترانزفيرس سينس ويوبليك سينس تمام اول حاجة معايا هو الترانزفيرس سينس الترانزفيرس سينس ده وهو عالصورة كده انتو شايفين ايه شايفين ان انا اقدر اقدر ادخل صبعي ورا الترانك بتاع البربودري وورا بتاع الاورد ويكون من اللي ورايا يبقى دلوقتي مين اللي قدامي الترانك والاستنينج اورد ومن اللي ورايا بس انا عايز اعرف برضو مين ده من الترانزفيرس ده قال لي من طبقات البريكاردم لو نفتكرنا سوا كده كنا اخدنا المحاضر اللي فاتت عبارة عن اللي هي من دلوقتي اللي هو ناحية ايه ناحية الاحشاء اللي هي وناحية برا اللي هو ايه حاجة قوية شوية سمناها اللي هي بتتكون من الفايبراس دي اللي هي مست اود اود بارت ومين الناحية جوه بينهم هنا بينهم هنا 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 منهم هنا من البرايتل. البرايتل اللي هي المفروض ان هي برض برضو. بس اه اه اما بيجي التني هيتني ناحية العضو نفسه كفيسرل. وناحية برة كفايبراس. انا عايز اكود اعرف الكلمتين دول. ناحية نفسه فيسرل وناحية برة الفايبراس. وده بديهي. طيب. من هنا اللي هينتني? اللي هينتني ويحصل هنا هو يبقى عملية اه تليق البريكارديم. بس موجود فين. تمام? تمام. قدام. من الانتيريو يا شباب? الانتيريو هو البالموناري ترانك. اهو. البالموناري ترانك. ومين? طب بستيريور. من الورية دلوقتي. طيب. ده حيت. تحت. من اللي تحت? التو اتريم. والليفت اتريم اللي انا ايدي عليه دلوقتي. طب خلص الكافيدي بقى عادي اللي هو البلاد عادي بقى. اللي هو يا رب الكافيدي اللي هو الاندرستيشيال في لوز وكده. تمام. انزز بوسيشن في الحالة دي. اللي بيحصل ان الترانس فيرس بريكارديل ساينس بيفصل لي التو اتريل اه تو ارتريكبار اللي هو الترانك والاورطة اللي هي الاتريل فيسل عن مين? عن الفيناس فيزل اللي هما مين السبيروفينا كيفا والبالموناريفين. يعني يا امينة. يعني الرسمة دي كده مثلا. انا دلوقتي الصينس ده. فصل ايه? فصل الريت او الورطة والبالمونار ترانك الاتنين للكده. عن مين? عن الفيزل. من الفيزل هنا او من الفيناس درانجي هنا السبيروفينا كيفا ومين? وي البالموناريفين. المفروض البالموناريفين دي جايا مين? جايا للليفت اتريم اللي موجود هنا. رايت رايت تو بالموناريفين. وليفت تو بالموناريفين. تمام. اه ومش بس كده. ده مكانه او العملية بتاع الصينس ده اتاح للدكاترة اثناء العمليات. عمليات اسمها و ايه? يعني ايه? زي تسليك شرعين جده. فعشان ما يحصلش تاني للارترز فوق بعضها. ولعبكة. اه الساعتني او ساعت السرجنز اثناء عملية ايه? اثناء عملية تمام? ماشي. الاوبليك ساينس بعد. الاوبليك ساينس. عبارة عن ايه? هو يعتبر غلص شوية عن مين? عن ليه? هو بصه هو الاساسي معي ان انا معي بتاع سيروس بريكارديام ده المفروض ان هو رايح يغطي لي اساسا كده. عايزين يعرف ان هو رايح يغطي مين? طيب انا اكيد انا بالوقت هتبر ان ده هو. وده بتاعه. انا راح اغطيه من الباك بتاعه. تمام? يعني ظاهروا يعني. هعمل ايه? يا شباب. مش انا لسه ايلة. حتة ناحية بنسميها بنسميها تمام? وبعد كده هيقول لك ان هو هيرفليكت كده لتحت وينزل بقى بدستند كده هنسميه ناحية بره وناحية جوه ناحية الارجن بنسميه ايه? هو ده اللي حصل. قال لك ان هو ده ببقى بتاع الهارت. طيب ان عارفة ان بتاع الهارت دي عبارة عن بالاخص ماشي. زا 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 آآ فهو اللي بيحصل كالادي ان بيطلع من ناحية ورا يعني. اهو انا دلوقتي طالع وبغطي الباك بتاع وفي نفس الوقت وبعد كده هينزل لتاحت عشان يعمل ايه? عشان يعمل حلو الكلام من البرايط اللي يار اللي ما بين وما بين تمام? اهو زا 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 العملية اللي حصلت دي كده هو ده بقى ايه? اهو ده طيب قوله عشان تعرف ده لازم للاول تشيل البريكاردي اول حاجة قال لك اهو آآ اه زا زا اول حاجة هشيل البريكاردي احط صبع كده من ورا من تحت من عند واطلع عند الليفت ايه? عند طيب اطلع من عند واشوف على طول يعني هروح والضهر بتاعه من ورا هي طبعا الصورة ما لقيتش صورة خالص تبينه من ورا هو جايب لك الصورة دي يعني انا حتى ببينها لك ايه كان هو من ورا فاهم حاجة اللي هو ده اهو الاوبليك اهو جايب اطلع اهو من وبعدين عدى كده كاوبليك ساينس آآ وفي صورة كمان اهي في صورة كمان بتوضح اهي الصورة دي تحفى دوت مين دوت الليفت اتريم تمام الليفت اتريم ده هو هو اللي بيحصل عنده ازاي بتاعت الاوبليك ساينس اول حاجة انتيريور بتعيش مش هو يا شباب ده الليفت اتريم اللي هو مش هو مفروض الجزء بتاعه او الفيسره اللي بتاعه طالع عليه م continuiors؟ فمفروض دلوقتي من الانتيريور له انا انا والانتيريور بن喜欢 الانتيريور له يفروضUP بتاع مين الباك بتاع الاتريم طب بين البسيريور له عبارة عن بس اني جزء اللي انا كوته اللي انا اللي انا كونته في النص هنا اللي هو برايتل وفايبرس اهو ده البستيري يعني هنا اصدق يعني بص يا شباب استيناس هوا تمام نعملو بلون تاني استيناس هوا تمام هننتخيل كده ان ده استيناس من اللي قدامه الباك بتاع مين الباك بتاع الاتريم من اللي ورا่ البرايتل اللي انا كونتها ومين والفايبرس دولت بيفصلوا عن مين عن التراقية والاوسوفيكاس. ايه احنا بنسميهم اللي موجودة في اللي هي التراقية اللي هي القصبة الهوائية والاوسوفيكاس اللي هو الايه? اللي هو المريء. جميل. عن الرايت سايد بقى موجود ايه? موجود تو رايت بالموناري فين. مش انا بتكلم ان ده كده ده مش الهارت كله ده ده جايله من ناحية اليمين تو بالموناري فين. اهم. اللي هما جايين من الايه من الرايت اه لنج. ومينة من الليفت لنج جاي راي لها جاي لا يجexist الفت بلموناري فين. انا عارفة ان ان الليفت بيصوب فيه اربعة فين من الرقل. اثنين لي اثنين ليفت جميل. اه الليفت سايد بقى ناحية الليفت. قالك الطولبرمنا ليفت الي فين. طب ابا اف من ناحية فوق قالك كيف ليشافة بتاع الفيسر cuid of the باك او في لحد الايه السيروس بريكاردم اللي يهمني هنا الريفليكشن منين? الفيسرال بريكاردم اللي هو مفروض ناحية جوه عن ناحية الاحشاء اللي هو بيغطيلي مسلا اللي هو ده بق ده الريفليكشن الرايح جاي من هدل هنا تمام تمام طب من تحت قال لك من تحت عادي بق يعني هو ده اهو ده الصينس اهو من تحت عبارة عن ايه عبارة عن الكافيتي عادي بيفتح كنتينيو مع الايه مع البريكاردي الكافيتي تمام دي كانت اغلص حتة في المحاضرة مين ده الابليك ساينس طيب بعد كده بيقول لك تستي ارسيل في بقى اه حتة دي انا بغضاها من داتة الدكتورة عايزين اه نراجع كده المحاضرة وبعدين نرجع لمين وبعدين نرجع ده مراجعة سريعة مع كده للمحاضرة الهارت 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 الدان عبارة عن ايه عبارة عن مسكولر ارجان وفي نفس اسمه ايه اسمه البريكارديام اجزاء الهارت ايه اتنين اتريام فوق واتنين تحت طيب المكان بتاعه قال ان هو موجود في مكان اسمه وفي نص وجان بينه هنا وهنا وهنا وهو ورا مين ورا الايه ورا وعلى مين وعلى الجميل جدا ده عارفنا وعبارة عن ايه الحجم الحجم عبارة عن ادي الفست بتاع السين بيرتون وفي نفس الوقت سير ده ناحية الرايت وان سير ده ناحية الرايت اه الطول بتاع الهارت عبارة عن خمسة انش وانما الديامتر اللي هو العرض عبارة عن تلاتة انش عارفنا شكله من بره وعرفنا شكله من جوه ومين اللي بيطلع ملاها علاقة ببعض ازاي والرايت اتريام هو اللي بيستقبل البلد من من الجسم كله وليفت اتريام بيستقبل الدم من اه وبس كده وفي بينهم اما الاتنين اهو انتر فينتريكولار سيبتم انتر فينتريكول تحت وانتر اتريام فوق انتر اتريال سيبتم فوق برضو طيب الايبكس الايبكس ناحية تحت وناحية اه الايبكس ناحية تحت وناحية الليفت وبتتكون من الليفت فينتريك الانلي اه وفي نفس الوقت هو شكل ولوه اربعة سيرفز ولوه اربعة بوردر الايبكس بتتكون من الليفت فينتريك الانلي المسافة بين الايبكس وبين الميدل عبارة عن تسعة سنتي يعني حوالي تلاتة ونص انش بيفصلوا عن مين عن الفاندس بتاع الاستمك ورسمناه وعرفنا البيز بتاع الهارد اللي احنا بنسميه لانه هو يعتبر هو اللي ورا لان 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 عبداي فراجم زي ما اتفقنا طيب البيز عبارة عن ايه هي ناحية ورا باكورد وفي نفس الوقت راح ناحية على عكس الايبكس كات اا كات وناحية جميل اا البيز بتاع الهارد بتقوى من اتنين اترا بتقوى من اتنين اترا بس بس عبارة عن راية اترا ولفت اترا من الاكتر الليفت اترا جميل اا من تحت بتتحوط بايه ادي المكان اللي هو من تحت ده فيها عبارة عن حاجة اسمها اللي بيبقى ماشي فيه اا بعد كده دخلنا في السيرفز ويعرفنا ان هو واللي قسمهولي كده برضو اا او اهم حاجة فيه ان هو اكتر حاجة بتكونه ده بيبقى يعتبر بصوا مش احنا كنا بنقول في الاول خالص ان الهارد تو سيرد ناحية الليفت وتو وان سيرد ناحية هي دي نفسها في داي пережani تمام تم sakta يا ام يعرفنا راية سيرفز والليفت سيرفز يتكون من بتكاو من هو راية.. بوردر بيتكون من راية اترا يisher ودي الواحدة اللي فيها اونلي يعطبر اا بتكون من الاتنين وتقيقة الملخص بتاعهم الز بقى ان نحفز الشكل ده يا شاباب بنحفز الشكل ده هو ده اللي هيفكروني. عبارة عن اا الاتنين اترى بالاخاص اللي متحوط اصلا او اللي متغطي او اللي يعني بواسطة. جميل. عبارة عن عبارة عن وجزء من جميل. جميل. الليفت بوردر بيتكون من جميل. بعد كده اللي هي الفتحات او السنية اللي بتبع بتاعت اللي بتسهل لي العامات الجراحية وكده. فانا معي وعرفنا الفقر ما بينهم هما الاتنين بيتكونوا اثناء اثناء بتاع الهارت تيوب. عرفنا بتاعته اللي ورايه اللي قدامي الترنك والاورطة. اه عن ناحيتين معي الليفت والاورطة. وبعد كده قلنا اهم ما يميزه ان هو اللي بيطلع وبعد كده ينزل يكون لي ايه? يكوني بينهم هما الاتنين. ديت هي اللي هتكون ورا تمام? ورا جميل. اه عشان اعمله قال لك اول حاجة تفتح وتمشي بيهان. يعني اطلع من هنا بايه? ان هو موجود ناحية بس دي موضع السؤال الموجود هنا. اه ان خلاص هو ناحية قدام لان هو اصلا كده كده الصينس ده ورا ايه? ورا الباك. فمفروض ان الباك يكون بتاعه ايه? قدامه. فاعمين حاجة? زي ما رسمنا من شوية البستيريور بقى البستيريور اللي انا كونتها والايه? والفايبرس اللي هم عبارة عن آسلا دى طلع ونزل. طلع كان فايبرس بارد نزل بقى فايبرس بارد بينهم الاثنين بريتر بارد. البريتر بارد هي بقى اللي ورا السينوس. جميل جدا. على ناحية الاثنين احنا اتكفقنا ان الشكل اللي اقدامي ده ناحية المين جايلة اتنين ناحية الإترز فينز. ناحية الشمال جايلة اتنين برضو بالمونري فينز. ناحية فوق انا عايز اعقيم من هنا؟ للفيسرال اللي هي ناحية الاحشاء ناحية الجو تمام? ومن تحت عادي بيصب في البريكارد. تعالوا بقا ايه? نشوف الشكل اللي قدامنا ده. ده خلينا في الانتيريور او الانتيريور راب الانتيريور مين ده? ما بيكتبش ليه. ده ده وده جميل. ده عايش. الرايت اتريم. طب ده بتاع الليفت اتريم. جميل. اه مين دي? دي الايبكس. جميل. هو جايبول بقى من ورا. طب ورا. يا امين انا دلوقتي متلاغبط. هو ده دلوقتي انا شايف ان في في حاجات كده 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 فوق فيزلس كتير. عرفت ان هو من البوستير سيرفس. بوستير سيرفس يبقى ما تقلقش. يميني يميني وشمالي شمالي. تمام? يميني يميني ازاي? يبقى انا من السهم ده? السهم ده محوط على مين? على جميل. طب السهم ده محوط على ايه? على جميل. طب السهم ده. طب انا دلوقتي محتارة برضو. اعملها ازاي? مش ده. طيب يبقى ده يميني وده شمالي. يميني يميني وشمالي شمال. طيب يبقى ده مين? يبقى ده مين? عاشي يا شباب. بعد كده بقى فيه سؤالين اتنين كده. اه من ضمنهم اه السؤال بتاع الدكتورة اللي جايبها في اللي داتها اه. ديفراجماتيك سيرفس او في الهارت. فورمت بايه? هل تو اتريا وي مينلي رايت اتريام ولا تو اتريا مينلي الليفت اتريام ولا تو يعني ديفراجماتيك سيرفس اللي هو ناحية التفراجي. ولا تو فينتريكل مينلي رايت فينتريكل ولا تو هو انا هستبعد هنا ايه? اكيد هستبعد التو اتريا. تمام? عشان انا عارفة ان الدايفراجماتيك سيرفس بتكون من من اتنين بس. طيب ميني مين بقى? الرايت ولا الليفت? بروف. الليفت. احنا قلنا الدايفراجماتيك سيرفس هناخده كأنه الهارت ما بينه بين كان وان سير دي بس ناحية الرايت وتو سير دي ناحية مين تحت الليفت. يبقى الاجابة هنا معي ايه? يبقى الاجابة معي هنا دي. بعد كده دخلت على ايه? على بتاع الهارت بتاع الهارت بتكون من ايه? انا فاكر اللي كان هنا كده كان عبارة عن ومعاه حتة من مين? من الليفت فينتريكل. تمام? يبقى انا دلوقتي الاجابة ايه? ميني الرايت فينتريكل ولسر اكستنت المين للليفت فينتريكل. جميلة بقى الاجابة دي عاش. رقم تلاتة. وتشوف the following is feature of الرايت اتريام. يعني الرايت اتريام ده? ايه كان عبارة عن حاكتين. وليفت اتريام. طب لما انا قلبته فاكرين كنا بتقول اه يمينه يميني وشماله شمالي. كان من اللي بيكونه وليس الرايت اتريام. تمام? يبقى الاقولة كده مش نفع. تمام? اه طبعا. الرايت اتريام. الرايت اتريام دهو. عبارة عن مين? او نشيل مين. انا عارفة ان الرايت اتريام ده هو الوحيد اللي بيتكون الرايت بوردر والرايت سيرفس. تمام كده? تمام. بس يا شباب دي كده محضرتنا سهلة ولزيزة بالمراجعة بتاعتها اه ان شاء الله برضو هينزل لها فيديو مراجعة سريع ولو في حاجة جديدة هقولها فيه. اه ان شاء الله برضو لو فيه حاجة بعضوها على الفيتباك سواء حلبة او وحشة. الكلام ده بينفعنا يعني بعدين بحيث ان احنا نحزن من المحتوى. اه ان شاء الله برضو هينزل فيه ملف اسئلة. اه غير غير السؤالين دولت. والله المستعن وربنا يوفقكم يا رب. ولو احتقتوا اي حاجة بعتولي في اي وقت. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه 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 قبل ما منهي المحاضرة. اه كل الحب ليكم بجد ان انتم وصلتوا في الحد هنا وانتم كملين. وآآ مهما حصل ما تيقسوش وكملو. مش كلام تنمية بشرية. لا. هو كلام فعلا حتى لو نقستو كتير مفيش مشكلة. انت قدامكو لسه كزا سنتعواضوا فيها. اياه ما نقسنا وياه ما وياه ما زينا وياه ما اكتقبنا. مش هتفهموا الا الخير فعلا اللي هو اللي ربنا كاتبهن. وهتفهموا ده بعدين. وبس اه ما تنسوش بقى اه احنا في الاول كنا قلنا قبل المذاكرة دلاتي بعد المذاكرة. بعد حتى مش بعد ما تخلص الفيديو. قبل ما تبتدي كده على مكتبك بكوبايتي الشاي. تكرقه. بعد ما تخلص المحاضرة تحمد ربنا ان انت آآ ذكرتها سواء محاضرتي او سواء محاضرات تانية خالص. المهم بس ان انت تايما تخلي لسانك كعمر بذكر الله. وبس كده. وربنا يوفقكم يا رب واكون افدتكم يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.